موسيقى موسيقى حياكم الله متابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم سكورشيت اللي طلع عليكم على قناة كويت الرياضية وتلفزيون دولة الكويت هذا البرنامج اللي نستضيف فيه ضيف كريم يختار أفضل 11 لاعب من وجهة نظره على صعيد الدوريات أو على صعيد المنتخبات وحديثنا اليوم عن أفضل 11 لاعب في التانيخ التشكيلة المثالية العالمية مع ضيفنا لاعب نادي القاتسية السابق مشاري جاسم الساكل الله بالخير حياك الله الساكل الله بالخير يا أبو جاسم حبيب ونتشرف الظهر معكم يزودنا شرف طال عمرك مشاري قبل لا ندخل في التشكيلة العالمية ميونك شنو؟ أوروبيان أوروبيان لندي قلت لك رقم واحد كان الأغدامية رقم واحد من شستر ويونايتد نعم الحين تغيرت الأغدامات شوف أنا خلنت انتفق لها شغلة فرصة وهو أنا بالنسبة لي إهيه مو موضوع أن أنت يعني كأنك من سكان من شستر مثلا أو مولود في مدريد أنا بالنسبة لي متذوق للعب أو لحقبه معينة نجوم معينين مانشستر كان جذبني صراحة راين جيكز بذاك الوقت ديفيد بيكم ريال مدريد مع مانشستر حاليا ريال مدريد من أيام ظاهرة رونالدو لمنتقل زيدان إذا تباره واثنينهم تباره و ايام مورينو و كان عندي عادي الموضوع تبص صراحة عندي عادي اللي فوسها يا الله تعجبني يا مشاري إذا تحدثنا عن أفضل نادي بالتاريخ منه مدريد أفضل فريق قدم كرة قدم فترة حقبه فترة حقبه معينة اعتقد موسم إلى موسمين اللي هو برشلونة قوارديولا برشلونة قوارديولا في 2019 و 2011 أفضل لعب بالتاريخ بالنسبة للمشاري منه مردونة دييغو ما يحتاج إذا الرسم الفني اللي اختاره مشاري جاسم لاختيار تشكيته اليوم شنو والله الرسم الفني أنا بأختار لم اضطر أختار صراحة ثلاثة خمسة ثنين السبب السبب أنه فيه نجوم كثر صراحة في خط الوصف ولا أنا ترى ما أحب التكتيك هذا إلا كان مضطرة لحيد اختار ثلاثة خمسة ثنين عشان كثرة نجوم بخط الوصف بس رح تطورت شوي بالباكات بس كيف تشكيلتك ودبرها ايه اللعبهم نضبط أمورهم إذن نروح إلى حراسة المرمى بعد ما شفنا الرسم جاهز ثلاثة خمسة ثنين ومانويل نيور بيتر شمايكل ليفيا شين كورتوا جوردون بانكس أوليفر كان كاسيس جوان ليجي بوفن نعم هذا واضح واضحة إذن الدنماركي بيتر شمايكل شنو اللي عند بيتر شمايكل مو عند البقية من وجهة المرمى والله شمايكل جميع مقومات حارس المرمى موجودة فيه إذا تتكلم عن الجرأة وعدم الخوف هذا شيء مهم بحراسة المرمى إذا تتكلم عن البنية والجسم والطول ما يحتاج إذا تتكلم عن أصعب دوري بذاك الوقت اللي هو الدوري انجليزي وكان مكتسح صراحة حراسة المرمى إذن بيتر شمايكل في حراسة المرمى نبي نستعرض لك تشكيلة قلوب الدفاع يا أخوي يا مشاري وعندنا قلوب دفاع تاريخيين بوبي مور فاندايك باريتزي كانافارو كيليني نستا بويول فردنان اليوم ثلاثة قلوب دفاع فعندنا هذه التشكيلة عندنا الباكات اليمين والباكات الريسار الباكات الريسار من ضمنهم بالنيل يقدر تستخدمها كأقل دفاع منه تختار طالعا احنا قلنا عالمية في واحد ناقص سيرجي رامس سيرجي رامس نعم كان موجود بالتشكيلة بس الظاهر الاعداد غير والتشكيلة وش حاله اذا على الضوء التشكيلة اللي موجودة اختار نستا اختار كانافارو نعم بتشوف الباكات اليمين يسار بين فاندايك انا شوف نجم كبير بس صعب تحطه تاريخيا لان الفترة قصيرة ايه فترة قصيرة مع انه ما يضر انا بحط فاندايك ولا مالديني فاندايك مالديني موجود بالأظهر اليسار بالباكات اذا مالديني موجود او رامس موجود بحط مالديني نعم اذا مالديني و كانافارو و نستجن اكثرت طريقان يا مشاهري زوت هذا الدفاع صح هذا الدفاع والله كنت بحط رامس صراحة نعم بس رامس ما هو موجود حاليا رد رامس ان شاء الله ولكن اذا كنا نبي نرد رامس ما هو راح تشيل من الاس ماونت قط رامس كانافارو راح تشيل كالافارو نعم اذا ننتقل الى لاعبين خط الوسط يا كابتن مشاهري و عندك اليوم خمس لاعبين خط وسط عندك لاعبين رام ستة لاعبين رام ثمانية عندك اجنيح و كذلك مهاجمين فييرا لوثر ماتيوس ريكارد رويكين فييرون ماكاليلي ردندو و جيرت شوف بقض النظر بجاسم عن ميولهم نعم دفاعية هجومية نختارك جودة لاعب وسط يعني ما راح تختار وفق الفنية معايير فنية ما راح أباري فيه فريق أنا راح أختار اللاعبين اللي عندهم جودة بالوسط يعني مثلا ردندو نعم راح أختار ردندو بالاثنين اللي بالنص من الخمسة نعم نكتب ردندو من هذا التشكيل ردندو و ممكن أضيف معه فيه بعد فيه لاعبي الرقم ثمانية و فيه أجنح و فيه مهاجم منه راح تختار يا مشاري من هالمجموعة أختار ردندو نرجع لها إذا ما اقتنعت بالاسماء ممكن إذن فرناندو ردندو هو اختيار الكابتن مشاري جاسم لخط الوسط في تشكيلته العالمية نستعرض اسماء اللاعبين الرقم ثمانية كابتن مشاري و عندنا اسماء مميزة بيرلو ريفالدو زيدان رايكوستا دي بروين ندفد مودريتش كاكا منه تختار أبي راح اختار صراحة مودريتش راح يكون بيجانب ردندو كنت ملت على المدريزية يا مشاري صحيح نحن مواضح في تاخل زيدان بعد طبيعي زيدان ياي بالطريق زيدان نعم إذن لوكا مودريتش بيجانب ردندو لوكا مودريتش بيجانب ردندو و إذا قلنا نحن ثلاثة خمسة اثنين فمعنات جدامهم زيدان إذن زين الدين زيدان أمامهم ولوكا مودريتش بيجانب فرناندو ردندو إلى الآن وسط مدريدي بالكامل بالنسبة للفجاري و الميول واضحة في اختياراته زيدان أمام مودريتش وفرناندو ردندو في تشكيلة مكونة من ثلاثة خمسة اثنين قبل لا نستكمل هذه التشكيلة مشاهدين الكرام عندنا هذا الفاصل القصير ونعود باستكمال تشكيلة الكابتن مشاري جاسم لأفضل 11 لاعب في التاريخ حياكم الله متابعينا مرة أخرى مع مشاري بن جاسم وأفضل 11 لاعب في التاريخ حياك الله يا مشاري حبيبي يا أبو جاسم خلصنا ثلاثي خط الوسط بعدما خلصنا ثلاثي الدفاع وأيضا حراسة المرمى عندنا اللاعبين الأجنحة تختار من ضمنهم لاعبين أو لاعب واحد تستكمل البقية من المهاجبين رونالدينيو ريبيري رونالدو دي ماريا هنري نيمار مبابي ميسي منه تختار التشكيلة ما راح تصير نفس ما المشاهد يبيها لكن احنا قلنا الهدف الأسامي وجودة الأسامي بخط الوسط تختار 11 لاعب مقتنع في يوم نزين وجاسم بس سؤال هل كريستيان وميسي موجودين في خط الهجوم أو بس مجرد لا هنا تبت لعبهم هجوم عندي لا راح أضطر تبت لعب واحد منهم وسط و الثاني مهاجب أحط ميسي جهة اليمين نعم كريستيان وجهة الشمال إذن ميسي على اليمين ورونالدو جهة ريسا صدق بدي تقتنع بالرسم اللي اخترته هل سهل لك العملية أعجبك أنا سويت التكتيك على حسب جودة لعبين الوسط لأن صراحة في لاعبين لازم تحط خمسة بالنص عشان تقدر تضيف معهم إذن هذا تشكيلة النص شنا تخرج هذا والخمسة يلعبون برات بروحهم بنتقل لي لاعبين مركز قلب الهجوم رونالدو روني بامباستن مارادونا دروغبا كانتونا إبراهيموفيتش بيلي صدق عرفتهم قول الظاهرة و ماردونا صح ليش ما اخترت بيلي كانتونا دروغبا إبراهيموفيتش تحكيز على الأسطورة بيلي بيلي أسطورة كبيرة صراحة ما يحتاج أن نقيمها أسطورة كبيرة بس تسألني الحقبة التي تابعت وتعلقت في كرة القدم وهو ديييغو ماردونا ديييغو الناس مثل ما يحب يسمي نفسه في كتابه الشهير إذن رونالدو الظاهرة و ديييغو ماردونا ما هي مميزات الظاهرة معني حافظها و أعرف شوف أنا بوجهة نظري رونالدو الظاهرة اللي كان ممكن وهو اللاعب الوحيد اللي ممكن يغير وجهة نظري أن يكون يتخطى ماردونا رونالدو الظاهرة لو لا الإصابات اللي منعتها نعم إذن خلصنا الـ 11 لاعبية كابتن مشاري باقي عندنا بطاقة واحدة ألا وهي بطاقة المدرب نبيك تختار من ضمن هؤلاء المدربين الثمانية مدرب واحد براين كلوب جوزي مورينيو ديب بيكوارديولا رينوس ميتشيلز فيريكسون أنشلوتي فينقر أليكوساكي السير جاهز فيريكسون نعم السير أليكس فيريكسون لو كان زيدان موجود في هذه تشوف أنه زيدان يستحق التواجد من ضمن هؤلاء الثمانية مدرب نعم كسيفي وكأرغام نعم زيدان مدرب مدرب كبير شنو سبب اختيارك في فيريكسون على بقية المدربين فيريكسون كل المدربين الأمانة نجوم وأساطير بالتدريب أساطير صراحة بحقبتهم اللي كانوا موجودين فيها نعم لكن فيريكسون يجمع المدربين هذو اللي كلهم بشخصية واحدة يا سلام يلام جميل من نمشاري جاسم بنحييه عن السير أليكس فيريكسون اللي اختارت كمدرب لتشكيلتها المثالية والتشكيلة العالمية طبعا خلصنا 11 لعب فودي تذكر لي يا كابتن مشاري من حراسة المرمى إلى المدرب حراسة المرمى مايكل نعم خط الدفاع من جهة شمال نبدي مالديني وكنافارو ونستا وكنت أميل حق راموس مكان كنافارو نعم وعندك في خط الوسط نبدي برودند ومودريتش كريستيانو جهة شمال زيدان وميسي جهة اليمين نعم مارادونا ورونالدو ظاهرة في الهجوم نعم سير بيركسون في أدريب يا سلام تشكيلة نارية ومشاري شرفتنا ونورتنا في سكورشيت حبيبي يا عبد جاسم تشرف فيكم طول بعمرك والشكر موصول لكم متابعين الكرام على متابعتكم برنامج سكورشيت على من إن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين وتشكيلات أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة